السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في النص الوظيفي غذاؤنا فلنتابع جيدا غذاؤنا دخلت زينب وأخوها حسن المطبخ لمساعدة أمهما فسألت زينب أمها ماذا سنحضر اليوم للغذاء يا أمي؟ سيكون غداؤنا متنوعا ولذيذا يا بنيتي أنت ستغسلين الخصة والطماطم لتحضير الصلطة وأنا سأضع السمك في الصفيحة وأدخله الفرن وأنا سأعد طبق الفواكه يا أمي وبينما هم كذلك إذ دخل الأب فشمر عن ساعديه وقال وأنا سأساعد أمكما في تزيين طبق السمك سمعنا الدمسة جيدا جيد سنمر لإنجاز التمارين على الكتاب المدرسي سنبدأ بأول شيء وهو أكمل عائلة كلمة طبخة لدينا هنا طبخة في الوسط قدموا لنا مثال مطبخ سنقوم نحن بإكمال الكلمات الأخرى لدينا طبخة مطبخ طبخ طبخ مطبخ نقول طعام مطبخ والشخص الذي يطبخ الطعام يسمى طباخ وعملية إعداد الطعام تسمى طبخ أو طبخ للطعام طبخ الطعام جيد نمر لأفهم ما الطبق الذي ستهيئه الأسرة أخبرتنا الأم أنها تعد ماذا طبقه السمك أحسنتم إذن سنكتب الطبق الذي ستهيئه الأسرة هو طبق السمك جيد السؤال الموالي يقول أذكر العمل الذي قام به كل فرد لدينا العمل الذي قام به كل فرد هو أخبرتنا الأم أنها وضعت السمك في الصفيحة الأم وضعت السمك في الصفيحة وزينب ماذا تفعل؟ ماذا طلبت منها الأم أن تقوم به؟ جيد طلبت منها أن تحضر صلطة الخص والطماطم صلطة الخص والطماطم أحسنتم وحسن ماذا يفعل؟ أحسنتم حسن يقوم بإعداد أو يعد طبق الفواكه وعندما دخل الأب إلى المطبخ قالوا لنا في النس أنه شمر على ساعديه وقام يساعد الأمة في تزيين طبق السمك أحسنتم جيد السؤال الموالي في فقرتي أفكر أذكر بعض طرق تحضير السمك الطرق التي نحضر بها السمك متنوعة سندكر منها الشواء القلي والطبخ أحسنتم أذكر أكلة مشهورة في بلدتي لدينا في بلادنا نحن أكلة المشهورة هي أكلة الكسكس وكل منكم يأكل الأكلة التي تشتهر به بها بلدته جيد السؤال الموالي ما الوجبة المشهورة التي نتناولها في شهر رمضان الوجبة التي نعدها في رمضان ويتناولها الجميع ما هي؟ هي أحسنتم هي الحريرة هي وجبة الحريرة إذن الوجبة المشهورة التي نتناولها في شهر رمضان هي الحريرة أحسنتم نمر لفقرة أنجز أضع أداة الاستفهام المناسبة في بداية كل جملة لدينا هنا ثلاث جمل دخلت زينب نريد أن نعرف أين دخلت زينب إذن أداة الاستفهام هي أين جيد أين دخلت زينب أحسنتم دخلت زينب المطبخة نريد أن نعرف متى دخلت زينب المطبخة إذن السؤال سيكون متى دخلت زينب المطبخة متى هي أداة السؤال أو الاستفهام قال الأب لابنه أتعرفون ماذا قال له إذن سنسأل ماذا قال الأب لابنه ماذا قال الأب لابنه آداة الاستفهام هنا هي ماذا أحسنتم لدينا السؤال الموالي أضع علامة فيه أمام السلوك الحسن أغسل الفواكه قبل أكلها هل هذا سلوك حسن؟ نعم سلوك حسن إذن سمضع علامة أتناول الطعام دون غسل يدي هل هذا جيد؟ لا إذا تناولنا الطعام دون غسل يدي يمكن أن نمرض إذن هذا سلوك سيء أو غير حسن إذن لن نضع العلامة هنا في فقرة أبحث لدينا أستعين بوالدي لأتعرف الفواكه من الخضروات يكفي أن ترسموا مثل هذا الجدول في دفاتركم وتضعون الخضر الفواكه وتحددون أنواع الخضر التي تعرفونها وأنواع الفواكه التي تعرفونها أيضا وبهذا أعزاء تلاميذ يكون نصنا لهذا اليوم بلغ نهايته إلى الملتقى إن شاء الله